السلام عليكم انا احمد العرج وهذا كورس سمارت موني كونسيبت حلقتنا لهذا اليوم راح تكون بعنوان البوس والتشوك البوس معناه break of structure والتشوك معناه change of characters البوس دائما تجي مع الاتجاه الصاعد يعني كل ما يكسر السعر عدي قمة اوقاع فمعناه انه استمرارية بالاتجاه الصاعد او استمرارية بالاتجاه الهابط اما التشوك معناها شنو معناها تغيير الاتجاه من الصاعد الى الهابط ان شاء الله هاي الحلقة راح يكون دسمة ورح نتعرف على تفاصيل هين اشوفك بعد الفاصل اهلا وسهلا من جديد بالبداية لازم نعرف شنو تركيبة اتجاه السوق وبنقول اتجاه السوق بما معناه انه تسوق وين رايح اتجاهه احنا بسوق الفوركس عدنا ثلاثة انواع من الاتجاهات بالبداية السوق يعمى يكون صاعد فالاتجاه نطلق عليه الاتجاه الصاعد والسوق يكون هابط الاتجاه نطلق عليه الاتجاه هابط او يكون عرضي اللي هو لا صاعد ولا هابط بنفس المكان يصعد وينزل فهذا راح يكون اتجاه عرضي فاشنو نتعرف على هذا التركيب بالبداية عندما يكون السعر مكون لي قمة وقاع بعدها يبدي يتحرك السعر عندما يكون السعر قمة جديدة راح اطلق عليها هاي هاي القمة الجديدة بما معناه انه قمة اعلى من قمة فاذا ما طول هذه القمة الجديدة صارت اعلى من اللي قبلة فهنا راح نطلق عليه هاي 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 معناه انه القمة حاليه اعلى من القمة القديمة بعدها السعر راح يكون لي قاع لأعلى من القاع صار أعلى من القاع الذي قبله أعلى من القاعance الخاص به dude's good اعلى يسميه High Lot هذا High Lot بعد هذا الأعلى يكون苦 بما معنى أنه القما جديد هو أعلى من الاعت kho وهذا قمه الذي كأنا له قمه ستكون أعلى من الجدد من القاع anticipated وأعلى من القاع السؤال سيتم kötü في هذا ينطلق على على يعلى وقمة راح نطلق عليها はいはい بعد Heroes يستمر السعر وهكذا على نفس المنوال Hi. 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 low. Hi. hi اذن هذا راح اطلق عليه الاتجاه الصاعد الاتجاه الصاعد يتكون من قمة اعلى من قمة وقاع اعلى من قاع فهذا طلق عليه الاتجاه الصاعد بذلك سترينا نتعرف على تركيبة الاتجاه الهابط بالبداية السعرREE R political now سواء كان هذا القاع عدنى من اللي قبله أو أعلى من اللي قبله إذا كان أعلى من اللي قبله سنضغي Champ ما تقول أعلى من هذا القاع فنحن نضغي Herz إذا كان أدنا من اللي قبله سنطلق لي Low فهنا18 لدي تركيبة الاتجاه الهبض تبدأ بأول خطوة التي هي الخطوة الأولئة اللي تكوين قم من قمة أدنى من قمة هذه القمة الجديدة التي تكونت صارت أدنى من هذه القمة فهاي سأطلق عليه Low-High هذه أول علامة لتغيير الاتجاه أو أول علامة لتكوين الاتجاه الهابط بعدها الاتجاه كون عندي قاع أدنى من قاع فرح نطلق عليه لو 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 بما معناه أنه هذا القاع صار أدنى من هذا القاع وأيضا هذا القاع صار أدنى من هذا القاع اللي هو أخير قاع بالاتجاه الهابط فرح أطلق عليه لو لو وهنا نتكون عندي الاتجاه الهابط الاتجاه الهابط يتكون من قمة أدنى من قمة وقاع أدنى من قاع على عكس الاتجاه الصاعد فبعن نكمل الاتجاه رح يتكون لي هنا قمة أدنى من قمة ورح يكون لي قاع أدنى من قاع فراح أطلق عليه لوهاي لو 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 لوهاي لو لو تمام فهذا هو الاتجاه الهابط حاليا عرفنا الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط طيب الاتجاه العرض كيف يتكون الاتجاه العرض يتكون عن قمة متساوية يعني إذا أجي أشوف القمة من لي فوق رح أقوم بريام هاي يعني المالات القمة رح تكون متساوية اما القيعان ايضا تكون متساوية Equilibrium Low فهنا راح تكون عدي قمام القيعان متساوية فراح تطلق عليه هذا الاتجاه العرضي. اللي هنا عرفنا شنو هي تركيبة اتجاه السوق وعرفنا الاتجاه الصعد بالاتجاه الهابط والاتجاه العرضي. هاي التركيبة جدا جدا مهمة وكل ما راح نستفاد منها بالSmart Money Concept لانت صراحة Smart Money Concept محتمدة على هذه التركيبة فضروري جدا تفتح تشارت وتبدي تطبق وشوف وين ال High High وتبدي تقول هذا اتجاه صعد وهذا اتجاه هابط وهذا اتجاه عرضي. اتوقع هذا الموضوع جدا سهل وخصوصا على المشتازين كورس بثلاث خطوات او اللي متعلمين كورس بثلاث خطوات لينخلصوا مرحلة الموتداء وطبهم مرحلة المتوسط. هسا خليني نجي نتعلم وش وقت السعر يكون بوس وش وقت السعر يكون شوك البوس بما معناه break of structure يعني البوس دائما تجي مع الاتجاه يعني اذا اكتجاه اذا كان الاتجاه اذا اكتجاه هابط ويقول اذا enduring both او اشيو عندي البوس عندما يكسب السعر قمة تكون اعلى من القمة راح اطلق عليها بوس يعني عندما راح يكون السعر قمة اعلى من القمة راح اطلق عليها بوس وعندما يكون قمة اعلى من القمة راح اطلق عليها بوس اش وقت اقول على هذا بوس وش وقت اقول على هذا بوس عندما تكون القمة الثانية اعلى من القمة الاولى مع تكوين القيعان متعالية يعني قاع هذا اعلى من القاع اللي قبله فهنا راح اطلق عليها بوس وهكذا اكمل التشارد فهذا تكون للاتجاه الصاعد وانه هذا الستركتشر محافظة على الاتجاه الصعودي مالته ليس قد اكتبوا كلمة يمق neither بواس يعني كلما كلمة 어제 يعني معناته عندي طريقة اعلى من قمة وعتي قاع اعلى من قاع كان هذا معنى بوز يعني المحافظة على الاتجاه الصعود او المحافظة على 거죠 مال السوق. ه brackture فهذا هو معنى BOS. حالياً اذا نجي نكمل تركيب اتجاه السوق. هنا ايضاً رح اطلق عليه BOS. لماذا اطلق عليه هنا BOS? لان السعر كونلي قمة ادناء من القمة. و هو قودلي قاع ادناء من القاع. فطلقت عليها BOS. طيب السعر حالياً هو بالاتجاه الصاعد راح يغير للاتجاه الهابط. فيش راح يكون لي لازم يكون Bali. include joke. Tshok عش وقت اطلق على السوق إنه يكون ali. Tshok يتكون عندما السعر يكون لي قاع يكون أدنى من القاع بالاتجاه الصاعد يعني أخير قاع بالاتجاه الصاعد حسداني أجي أشوف القيعان ما لاتجاه الصاعد راح أقول هذا القاع الأول هذا القاع الثاني هذا القاع الثالث هذا القاع الرابع اللي هو أخير قاع كونه لاتجاه الصاعد هذا القاع ليش ما يعتبره لأن هذا القاع متابع للاتجاه الصاعد لأن ما يكون لي قمة أعلى من قمة فهذا القاع لا يعتبر عندما يكون السعر قاع أدنى من أخير قاع من الاتجاه الصاعد راح أقول علي تشوك يعني تغيير الاتجاه من الصاعد إلى الهابط هسا نجي نكمل بقية الاتجاه الهابط وهو عندما يكون عندي قاع أدنى من القاع وقمة أدنى من قمة راح أقول علي بوس هنا ما أقول القاع اللي تكون عدي أدنى من هذا القاع والقمة تكونت عدي أدنى من قمة فراح أقول علي بوس وهكذا أكمل البوست حالياً خلصنا الاتجاه الصاعد والاتجاه الهبط عندما يمر السوق بمرحلة عرضية والاتجاه عرضي سنحدد الـ low والـ high-maltin ونقول هذا الاتجاه عرضي وسنضع عليه علامة دولار علامة الدولار بما معنى أنه هذه متكونة سيولة سيولة هنا نمو دولة لازم السعر يكسرها أما للأعلى أو الأسفل بعدها يبدأ ينطلق فالهنا عرفنا تركيبة السوق وعرفنا شنو هي معنى البوست وشنو هو معنى التشوف هذا ضروري جداً نطبقه على التشارت لأن كل شفاية ستفيدك حالياً ندخل بتفاصيل أكثر عن الاتجاه الصاعد حالياً عندنا جزء معين من الاتجاه الصاعد والتي تكون لدينا قمة أعلى من القمة high-high-high-high وعندنا high-low-high-low الذي هو قاع أعلى من القاع فهذا هو حالياً عند الاتجاه الصاعد هذه مرحلة التصحيح أو مرحلة pull-up pull-back التي مرت من القمة للأسفل حتى يكون الـ high-low هذه المرحلة على high-frame إذا أجي أشوفها على high-frame معناته على فريم عالي يعني على أربع ساعات فإذا أجي أشوفها على فريم صغير اللي هي low-time frame مثل فريم النصف ساعة والربع ساعة راح أشوفها أيضاً متكونة عبارة عن zigzag اللي هي متكونة من low-low high-low low-low high-low بعدها راجع السعر منطلق يعني أيضاً متكون لبوست بوست بوست بعد السعر راجع كاسر الأخير قمة اللي تكون لتشوك بعد السعر كمل بالصعود فإذاً هذا التصحيح أيضاً عبارة عن structure للسوق على فريمات الصغيرة طيب هذا الشيء شناً راح أستفاد من يما راح نستفاد من يما إن شاء الله بالحلقات القادمة أو تطبيق العمل ليش؟ لأن هنا راح يكون عندنا order block بالorder block أيضاً راح أستفاد وأقدر أستخدم هذا structure كنقطة دخول بعد ما يكون لعملية فإن شاء الله بالحلقات القادمة راح نشرح بتفاصيل أكثر على order block فأما إذا نأخذ الاتجاه الهابط راح أشوف عكس الاتجاه الصعب أيضاً السعر مكون عندي بوس بما معناها أنه قمة أدنا من قمة وقاع أدنا من قاع إذا نأخذ التصحيح حول ball back على فريمات الزغيرة راح نشوف أيضاً عبارة عن structure للسوق اللي هو high 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 low واللي هو مكون عندي بوس البوس وهنا أكيد موجودة عندي order block بعد السعر راح يكون عندي ويرجع يكمل انطلاقها من جديد إن شاء الله هاي كلها راح نتعلمها بالحلقات القادمة واللي هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم طبعاً course smart money concept برعاية شركة prime x broker إذا تريد استجل حساب بشركة prime x broker راح أترك لك اللينك أسفل الفيديو أنا أحمد العرجي أشوفك الحلقة القادمة اشتركوا في القناة